دعا يحيى صالح عضو اللقنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وسائل إعلام المؤتمر إلى مواصلة الرسالة الإعلامية الوطنية بعيدا عن أي مناكفات سياسية وتطبيق مضامين توصيات الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح فائد جدا بزيارة قناة اليمن اليوم القناة الرسمية والوحيدة للمؤتمر الشعبي العام التي تعتبر صوت الشعب اليمني في العالم وفي هذه المناسبة أشكر طاقم وإدارة قناة اليمن اليوم على استمرارهم في إيصال صوت اليمن وصوت المؤتمر الشعبي العام إلى جماهير شعبنا اليمني والعالم والحقيقة رغم العمل في ظروف صعبة إلا أنهم قدروا أن يستمروا ويوصلوا صوتنا إلى كل مكان يحيى صالح أكد أن المؤتمر الشعبي العام لا يزال الأقوى في الساحة اليمنية لقربه من تطلعات وأمال الشعب بمختلف أطيافه ولما يتمتع به من وسطية واعتدال بعيدا عن أي إملاءات خارجية الحقيقة المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الوطني الذي يجسد الوحدة الوطنية على امتداد الساحة اليمنية ولهذا المؤتمر الشعبي العام يستهدف من عدة تيارات وعدة جهات إلا أنه صامد بجماهيره وما التفاف الجماهير شعبنا اليمنية حول المؤتمر الشعبي العام إلا إيمانها بأن المؤتمر يجسد تطلعاتها في الدفاع عن الجمهورية والوحدة اليمنية وأضاف يحيى صالح أن المؤتمر الشعبي العام تعرض لعدتي مؤامرات داخلية وخارجية منذ العام 2011 غير أنه تجاوز مراحل الخطر والشتات والتمزيق في بنيانه ونسيجه تنظيمي الذي أرسى مداميكه الزعيم المؤسس الشهيد علي عبدالله صالح الحقيقة المؤتمر الشعبي العام تعرض لعدة مؤامرات وانتكاسات من بداية 2011 وقد حاولت بعض التنظيمات والجهات اجتثاث المؤتمر الشعبي العام مثل ما حصل لبعض الأحزاب السياسية في الوطن العربي إلا أنها فشلت ولكنها استمرت في المحاولات هي وغيرها ولكن إيمان جماهير شعبنا بأن المؤتمر الشعبي العام هو يمثلها ففشلت هذه المحاولات رغم الحملات التي استهدفت قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام بعد الطرق كانت بالاختيالات أو بالإقصاء أو بالإغراء ولكن المؤتمر الشعبي العام قادر على إنتاج جيادات وطنية تحمل الرسالة الخالدة التي حملها القائد المؤسس الزعيم الشهداء الشهيد علي عبدالله صالح وأفاد إحياء صالح أن المجتمع الدولي يرى في المؤتمر الشعبي العام الحزب الوحيد القادر على إدارة الدولة ومؤسساتها وإنقاذ البلد من الأزمة الراهنة والصراع القائم القيادات السياسية والحزبية في عدد من الدول التي زورتها تنظر إلى المؤتمر الشعبي العام أنه هو الحزب القادر على إخراج اليمن من ما تعانيه ويعتبرونه حزب دولة قادر على إدارة الدولة خاصة بعد الفشل الذريع والذي قامت به الأحزاب التي سيطرت على الحكم خلال الفترة من 2012 إلى الآن يحيى صالح جدد رفض المؤتمر الشعبي العام إدراج اليمن تحت البند السابع داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إلغاء العقوبات المفروضة عن السفير أحمد علي ورفع اليمن من البند السابع ووقف الحرب من البداية رفضنا إدراج اليمن كمؤتمر الشعبي العام رفضنا إدراج اليمن تحت الفصل السابع لأننا نعي خطورة إدراج اليمن تحت هذا البند واستغلاله من قبل طرف سياسي لتصفية حسابات داخلية ضد الأطراف السياسية الأخرى وما حصل من عقوبات على اليمن هو كان نتاج لإدخال اليمن تحت الفصل السابع أكانت عقوبات ضد الأشخاص وفي مقدمتهم زعيم الشهداء الشهيد زعيم علي عبدالل الصالح وسفير أحمد علي عبدالل الصالح وغيرهم وحصار اليمن لذا ما طلبنا هو إخراج اليمن من الفصل السابع وإيقاف العدوان ورفع الحصار حذر الأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمر موسى من